قال السياسي والوزير السابق في حكومة الوفاق الوطني عبد السلام رزاز إن غياب قحطان خلق فراغا واضحا في ساحة المعركة السياسية والوطنية وأكد رزاز في حديث لصحوة نت أن قحطان ليس قائدا حزبيا فقط بل رمزا وطنيا وقائدا سياسيا يتمتع بوضوح الرؤية وكان دائما ينحاز إلى الحل الذي يشمل الجميع واعتبر رزاز اختطاف قحطان وتغيبه مؤشرا على اختطاف العمل السياسي والحزبي في اليمن بعد الانقلاب على الشرعية والتوافق الوطني ممثلا بمخرجات الحوار التي كان قحطان أحد الفاعلين الأساسيين في هندستها وفاد رزاز أن جريمة اختطاف قحطان جاءت تعبيرا عن رفض جماعة الانقلاب للمشروع السياسي الوطني الذي أجمع عليه اليمنيون بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية وأرجع رزاز استمرار ميليشي الحوثي في إخفاء قائد سياسي بحجم قحطان إلى خوفهم من حضوره الفاعل وتأثيره القوي على مستوى الساحة الوطنية سياسيا واجتماعيا ومحاولاتهم ابتزاز حزب الإصلاح وإضعاف دوره في المعركة أشار رزازي لأن السلوك الحوثي تجاه السياسيين المختلفين معه نابع من عقيدة لا تؤمن بالمواطنة والحقوق ولا تعترف بالشراكة ولا تقبل بالتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة